موسيقى موجز السادسة مساء من الترفيزون المصرية أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيق جلالة السلطان هيثم بن طارق متمنيا للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار بمناسبة حلول عيد الفترة المبارك جاء ذلك خلال تصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السلطان العماني توجه بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفترة متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار بعث المستشار الدكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفترة المبارك وخلال التهنئة أكد رئيس مجلس النواب ثقة جماهير شعب مصر العظيم في الرئيس السيسي مشيدا ببهود سيادته في الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية وخوض معارك التطوير والبناء مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية حافلة بقفزة طويلة إلى الأمام مليئة بالإنجازات كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفترة المبارك وخلال البرقية تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بأسماءات الاحترام والتقدير وأخلص التهاني بمناسبة عيد الفترة داعينا الله أن يعيده على الوطن الغالي وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات كما هنأ الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفترة المبارك وفي برقية بهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسماءات التهاني للرئيس السيسي مجددا العهد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات كما بعث مدبولي برقية تهنئة للفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزر الشريف بمناسبة حلول عيد الفترة المبارك عقد وزير الدخلية محمود طوفيق اجتماعا مع عدد من مساعد الوزير والقيادة الأمنية لاستعرض ثوبة استراتيجية العمل الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها في شأن حماية أمن المواطنين وخلال الاجتماع تم التواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس وأشار وزير الدخلية إلى أن الفترة الماضية شهدت تحديات ناجمة عن تداعية الأحداث العالمية الجارية وأن الجهود التي بوذلت من قبل الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع كافة أجهزة الدولة كان لها بلغ الأثر في تحقيق الاستقرار في الأسواق كما تبع وزير الدخلية محاور خطوة تأمين المواطنين خلال فترة العيد تواصل وزارات الدخلية حملتها اليوميا لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تبكنت خلال 24 ساعة من ضبط 295 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 74 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حكب السلع الاستراتيجية تم ضبط 27 طن السلع غذائية كما تم أيضا ضبط ما يقرب من 15 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال الاستلاء على استلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 27 طن دقيق مدعم أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 484 قضية من بينها 154 قضية خبز ناقص الوزن و141 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الزهروان للتنمية المستدامة بهدف تنصيق الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي وأيضا التعليمي للقرى الأكثر احتياجا وتعظيم قدراتها بما يساهم في توفير حياة كريمة لمواطنيها في ظل رؤية الدولة لأهدفها التنموية يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعى مؤسسة حياة كريمة لإبرامها مع الوزارات ومؤسسة المجتمع المدني الشريكة بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة للأسر في الكرة الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية نهاية مجاز السادسة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة